خلينا أسألك أبو مسلم الطريقة اللي ممكن كولر يفكر أن هو يلعب بيها يلعب 4-3-3 أعتقد الأقرب أنه يلعب 3-5 ملعب ولكن طب خلينا لو يفكر أنه يعمل كده يلعب 3-5 الملعب من السلسي الهجوم يعني أنت دلوقتي عندك كهرباء لغينا عنه طبع بيرسيتاو بعد فترة كبيرة من الغياب ابتدى يرجع اكتشاف تاني ابتدى بيرسيتاو تاني حسين الشحات فأفضل أحواله فما رجع بيرسيتاو ابتدنا نشوف حسين الشحات يروح ياخد ايه ناحية الشمال وزي ما اشتغل كويس ناحية المين اشتغل برضو كويس ناحية الشمال وعارف مع معلول وليف على كده زي ما أنت بتقول أحمد عبدالقادر برضك بتيجي فترة بهايل الفترة الفاتية و بعد كده بينزل فأنت شاف إيه التوليف هالي يفكر فيها هو مستر كولر عنده قناعات بلعيبة معينة في التشكيل تعناد الأهلي يعني انت بتتكلم عن التشكيل تعالي محمد عبد المنعم رقم من المرة واحد محمد عبد المنعم كابت المراجعة هو وهاني وبتتكلم على مرة أنا أعطيه التلاتة الجولة القبل الفاتت في بطولة أفريقيا يوم ممتاخدين في اللي هم أبطال الجولة اللي هم موجودين يعني في الفرقة انا بكلمك هو عنده قناعب محمد عبد المنعم لعيب هايل في نص المعل بلجانا نتكلم تشكيل من أول آخر يعني من أوله شناو مفيش يعني مفيش فيش اختلاف عليه شناو فيه تطور بشكل كبير بعد الهجوم اللي كان الفترة فاتت عليه بتديرج على الصقة ودي يعني دي السمات كبار لما الحراس المرمى كبار بتتكلم على شناو لما فيش يعني شناو موجود بتتكلم على محمد عبد المنعم طبعا مفيش غينة عنه بتتكلم على الجان محمد عبد المنعم فيه طبعا ممكن يكون فيه لإما رامي ربيعة طبعا لإما رامي ربيعة لإما ياسر طبعا هو مصاب بتكلم على الرامي بل اما بتكلم أنا شاف اللي ممكن يمكن ذلك ياسر كان عنده مشكلة خلي بالك ورامي عنده مشكلة هيبقى عندك هيبقى عندك كرا بها في حد تاني ه ?]تبتلينه تدوره على الحدي تاني بتكلم على خالدى وهو موجود اللي ممكن انك ان اقود موظفة اللي هو البكريت خالد عفتح فممكن ان تحطه في الحاته دي هيبقى عندك طبعا علم عنه مفيش اختلاف محمد هاني السلسي بتاع نص المالح بتاعه اللي هو مصدر القوة بتاعه اللي هو الماتش ده خلي بالك الماتش ده ألف في المئة امتلاك نصف المرة لو ديانجو ومرارة عطية ودينجو وحمدي فتحي بتتكلم على السلاسي الهجوم بتتكلم أكيد كهرباء بتتكلم على بريستاو وبتتكلم على حسين الشحات ده التالي التشكيل هو الألف في المئة اللي هو متوقع بتاعي